بعد خمسة أشهر على شغور مناصب الحكومة المحلية في كاركوك شمال العراق إثرى انتخابات المجالس المحلية في ظل خلافات بين الكتل الفائزة بشأن منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وتدخلات الخارجية التي عمقت تلك الأزمة كشف مصدر سياسي عربي في كاركوك عن اتفاق أولي بين المجموعة العربية وحزب الاتحاد الوطن الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة المحلية السياسي العربي وعدو تحالف القيادة بكاركوك محمد نصير قال لوكالة شفاق نيوز المحلية إنه جرى توقيع اتفاق أولي بين المجموعة العربية وحزب الاتحاد الوطن الكردستاني على تشكيل الحكومة المحلية ومجلس محافظة كاركوك مضيفا أن الاتفاق ينص على أن يكون منصب محافظ كاركوك أول عامين من حصة الاتحاد الوطني ورئاسة مجلس المحافظة من حصة المكون العربي على أن يكون نائب المحافظ الفني من المكون العربي ونائب المحافظ الإداري من المكون التركماني وبحسب نصير فإنه تم الاتفاق على أن يكون اثنان من معاونين محافظة من العرب وواحد من الكرد وواحد من التركمان وواحد من المسيحيين بحيث يكون منصب مستشار المحافظة مقسم بين اثنين من العرب ومثلهم من الكردي والتركمان وواحد من المكون المسيحي من جانبها أكدت عضو مجلس محافظة كاركوك عن الاتحاد الوطن الكردستاني بيروين فاتح أن هناك اتفاق بين الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كاركوك على تقاسم السلطة وهذا الاتفاق مرتبط بعدد الأصوات الانتخابية واستحقاق الكتل في المناصب المهمة في كاركوك وبحسب بيروين فاتح فإن الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها في بغداد تنعكس على حل حالة قضية كاركوك وقالت إنه بعد التصويت على انتخاب رئيس لمجلس النواب ستشهد أزمة كاركوك انفراجة